في عالم السياسة حيث لا ثابت هناك، فعدو الأمس قد يغدو صديقاً اليوم. هكذا بدأ مشهد الدول العربية المهرولات مسرعة نحو تل أبيب، لفتح خطوط التواصل مع الكيان الإسرائيلي. وتلك مقدمة لعمليات تطبيع مشابهة لما أقدمت عليه الإمارات العربية قبل أيام. تلاه جملة من الخطوات الفعلية في طريق التطبيع، انتهت بفتح الاتصالات بين الجانبين. وبعد يوم واحد من إعلان عراب عمليات التطبيع غاريت كوشنر عن أمله بعقد اتفاقيات سلام بين الدول العربية وإسرائيل. مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع دول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسيتم الإعلان عنها قريباً خلال الأشهر القادمة، بحسب قوله. وتلك تصريحات أكدتها صحيفة هاريتس العبرية، التي تحدثت عن اتصالات مكثفة بين تل أبيب وواشنطن من جهة، وسلطنة عمان والبحرين من جهة ثانية، لحثهما على التطبيع عبر ما وصفته باتفاقية سلام. وكانت البحرين من بين الدول العربية التي رحبت بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وقالت الحكومة في المنامة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، واصفة الاتفاق بالخطوة التاريخية، التي ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. حديث التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ليس جديداً، فهو يثار من حين إلى آخر. وعلى الرغم من التزام السوداني بمبادرة السلام عام 2002، القاضية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. لكنها وخلال الفترة الماضية كانت تقول إن الوقت غير مناسب لذلك. باتت اليوم هي الأقرب إلى التطبيع بعد أن كشف رئيس الاستخبارات الإسرائيلي، عن اقتراب توقيع اتفاق سلام معها قبل نهاية العام الحالي. مشيراً إلى أن الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم مستمرة منذ الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. الاجتماع الذي وصفه نتنياهو بالتاريخي، مشيداً بخطوة البرهان الساعي لإخراج السودان من عزلته الدولية ووضعها على خريطة العالم، حسب قوله. الزواج السياسي بين أبو ظبي وتل أبيب جاء بعد سنوات طويلة من العلاقات السرية. إلا أن ذاك الزواج السياسي نال مباركة عدد من الدول العربية. فمن هي الدول الجديدة التي تحذو حذو الإمارات العربية وتعلن التطبيع مع إسرائيل؟